حلقة مهمة جدا يا جماعة والإجابة عن السؤال ده خطير وهيحدد إذا كنت هتنجح في المجال ده واتكمل فيه ولا لا إيه هي أفضل النتشات من ناحية الزيارات ولبول في جوجل أدسنز النتشات المربحة كل شوية لقى السؤال ده موجود في جروب موجوده على القناة فقلت لازم نعمل حلقة تفصيلية عنه لأنه هو فعلا خطير خطير ليه لأنه بيحدد مصير موقعك إذا كان هينجح ويكمل ولا لا خلينا نبدأ نقول إيه هي أفضل النتشات من ناحية الزيارات ومن ناحية القبول في جوجل أدسنز بشكل مباشر وكمان اللي أنا هقوله يا جماعة في الحلقة دي هو تعبيرا عن وجهة نظر الشخصية على حسب تجربتي الحلقة والإجابة عنها بالكامل هي وجهة نظر الشخصية ممكن الناس تختلف معايا فيها لكن أنا بقولها آيه وبقول حاجات أساسية وأنا جربتها شخصية النتشات اللي ظهرة قدامكم دي هي النتشات الرائجة والأفضل بالنسبة للشغل في التدوين بشكل عام اللي هما إيه؟ التكنولوجيا اللي هي التقنية بشكل عام والمايكرو نيتش الخاصة بيها فيه ناس بتشتغل مايكرو نيتش بس الصحة والجمال المال والأعمال التسويق التعليم القصص والروايات والسفر كل دول مش معنى اللي ظهر قدامك دول إنه هما دول هما النتشات فقط اللي بيجي لهم زيارات كتير وهم دول فقط اللي بتقبلوا في أدسنز لأ طبعا فيه نتشات كتير جدا غيرهم عادي جدا بتتقبل في جوجل أدسنز وزا ما قلت لك اللي أنا بعرضهم النهاردة مش قاعدة أساسية وتحطها قاعدة في دماغك إنه مفيش غيرهم بيتقبل لأ طبعا أنا بقول من وجهة نظري وعلى حسب تجاربي وعلى حسب المعاملة مع الناس من ثلاث سنين لحد النهاردة والمواقع المقبولة خلاص والمواقع اللي بيجي لها زيارات المجالات المذكورة في الملف اللي هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو حمل الملف وخليه معاك دول زي ما قلت لكم وجهة نظر الشخصية من خلال تجارب مع الناس وتجارب الشخصية في شغل المواقع بشكل عام طيب الأقسام دي كل خسم منهم أو كل نتش منهم تحت منه أقسام أو تسميات أو مايكرو نتش المايكرو نتش انت ممكن تعمل موقع من المايكرو نتش اللي تحت المال والأعمال مثلا في كلمة السسمار انت ممكن تعمل موقع كامل عن السسمار ممكن تعمل موقع كامل عن العقارات عملات رقمية البنوك وخلي بالكم الأقسام أو النتش المايكرو نتش الموجودة من النتش الاساسية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا جماعة برضو مش هي كلها يعني مثلا خلينا نقول التسويق التجارة الإلكترونية تسويق عبر الانترنت تسويق المحتوى تحسين محركات البحث مش هما دول أقسام التسويق بس والتعليم زي مثلا دورات تعليمية وبرامج تعليمية وزي مثلا كتب إلكترونية والحاجات دي كلها ودروس خصوصية وغيرها 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 وكتب برضو ومراجع وحاجات زي كده دي برضو مش هي دي كل الأقسام التعليم يعني اللي أنا بحطهم لك أو اللي موجودين عندك دلوقتي في الملف الموجود في وصف الفيديو هما عبارة عن مثال أو عنوين أساسية للأقسام دي وعليك أنك تبحث سؤالي بقى ليك لو أنك دخلت مجال من المجالات دي أنت مش حابه وما عندكش خبرة فيه هل هتقدر تكمل فيه وتنجحه بالتأكيد لا هل مش هتمل وإنت بتكتب عنه أكيد هتمل لأنه مش مجالك وما عندكش ميول ليه ما عندكش رغبة أنك تكتب فيه أصلا أنت بتكتب عشان الربح هو ده اللي أنا عاوز أقوله يا جماعة من أول الحلقة النتش المربح هو النتش اللي أنت تختاره بناء على اهتماماتك وحبك للشيء وبناء على رغبتك في الدخول فيه لأنك أنت أصلا عندك مهارة ومعلومات سابقة عن المجال وحبه فدخلت المجال ده فقدرت تبدع فيه وتنجحه وتنجحه وكمان قدرت أنك ما تملش وإنت بتكتب فيه لأنه هو يفضل معاك مدى الحياة لو أنت هتستمر في المشروع يبقى المجال أو النتش المربح هو المجال اللي بيتم اختياره بعيدا عن النتشات اللي أنا قلت عليها كمان لو أنت اخترت أي حاجة تانية خارج الصندوق واخترت أي حاجة في مجال إحنا ما نعرفوش برضو ممتاز جدا وبينجح وبيجيب زيارات وبيجيب أرباح الأفضل النتشات هو النتش اللي بختاره عن اقتناع عن حب الشئ ده وعن ميول ورغبات واهتمامات حقيقية تجاه المجال ده علشان ما ملش وأنا بكتب فيه علشان أقدر أنجحه عشان أقدر أنجحه هو ده جماعة اللي أنا عاوز أقوله لكل الناس اللي دخلت الفيديو ده بالذات المجالات اللي أنا ذكرتها دلوقتي هي الرائجة وهي المشهورة في الوقت الحالي ويمكن أكتر الناس مستخدمها لكن في غيرهم؟ آه طبعا في غيرهم كتير وفي غيرهم مقبولين وزياراتهم يمكن أكتر من اللي احنا بنكلم فيهم دلوقتي فهمت قصدي؟ في غيرهم كتير لكن أنت أصلا ما بتختارش ما بتروحش تدور على النتشات وتحطها قدام منك كده وتختار منهم واحد لا النتش هو اللي بيختارك إزاي عام انت بتشتغلنا ولا أي آيوة طبعا النتش اللي بيختارك أنا إيه اللي خالي أنا روح أكتب في التقنية إيه اللي خلاني أنا أنا شخصية مصطفى الصبغة أعمل قناة قنية إيه اللي خلاني أروح أكتب في المواقع الإلكترونية بالذات اهتمامي هو ده اللي خلاني أختار غصبا عني اهتمامي بالشيء تفضيلي للحاجة دي شغفي وحبي ليها مهارتي فيها معلوماتي عنها خبرتي السابقة عنها هي اللي خلتنا أروح أشتغل فيها ده اللي أنا عاوزه وده اللي أنا عاوزه ووصله لك من خلال الفيديو ده جماعة مش الملف التكست اللي أنت هتنزله ده كل شيء لا طبعا زي ما قلتلك حبك للشيء اهتمامك به مهاراتك هواياتك بتروح توديك على مجال المجال ده أنت اللي بتنجحه اللي أنت اللي بتخليه مربح من خلال أنك تستمر في الكتابة فيه من غير ملل وتنجحه بقوة من غير ما يواجهك عقبات لأن أنت حبيته فاختيار النتشي المربح وذات الزيارات العالية والقبول في أدسنز السريع من خلال المحتوى الجيد اللي هتقدمه وشروط جوجل أدسنز اللي هتلاقيها في فيديوهات موجودة في قناة الصباغ للمعلوميات ولو أنا وجهة نظري خاطئة في الكلام اللي بقوله ده قولي في التعليقات وعرفني وبرضو الإجابة اللي عاوزة تأجب عليها في التعليقات وتقول لي عليها هل لو أنت دخلت المجال مش بتاعك ما عندكش معلومات عنه وما عندكش رغبة فيه تقدر تنجحه تقدر تنجحه أجب عليها في التعليقات وبالإضافة للكلام ده يا جماعة عاوزكم برضو في الفيديو ده تعمله إعجاب بالفيديو كمان الناس الجديدة اللي مشتركتش في القناة تشترك في القناة هتلاقي حاجات كتيرة جدا وفيديوهات ممتازة هتفيدك في صناعة المحتوى احنا كده خلاص وصلنا نهاية حلقتنا والفكرة اللي أنا عاوز أقولها لك وصلتها لك واللي عاوز أأكدلك عليه تاني اللي انت شايفه في ملف التكست ده بعض من كل والبعض كمان من كل في موضوع الأقسام الداخلية زي مثلا لو قلنا الملوى الأعمال استثمار تمويل تأمين عقارات عملات رقمية بنوك دول بعض من المايكرو نتش الخاصة بالنيتش الأساسي يعني فيه أقسام تانية كتير وفيه ناس بتتخصص في مايكرو نتش فيه ناس بتشتغل نتش أساسي وتحطوا مايكرو نتش الخاصة بها في أقسام الموقع على حسب راحتك انت ما عنديش مشكلة لكن لابد موقعك يكون مخصص مش منوع والتخصيص يكون عبارة عنك بتاخد نتش وتشتغل في أقسامه فقط لا غير في المايكرو نتش الخاصة به فقط لا غير ما تروحش الأقسام تانية في الموقع بتاعك علشان قبول جوجل وعلشان برضو نسبة الزيارات تبقى قوية لأنك هتنجح نفسك في المجال ده أتمنى الخير وطوافق للجميع وفي النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته